خطوة مهمة جداً أنت لازم تعملها في حسابك على جوجل أدسنس لأن الخطوة دي أنت لو ما عملتهاش الموضوع بكل بساطة أنت مش هتقدر أن تستلم أرباحك من خلال جوجل أدسنس خلينا أقول لك على حاجة بس أن أدسنس بيجي بيحول لك الأرباح بتاعتك في حالة وصولك 100 دولار فما فوق يعني الحد الأدنى لوصول الأرباح لك أو الحد الأدنى لاستلامك الأرباح وهي لازم تكون 100 دولار في جوجل أدسنس في حالة إن انت لو ما عملتش الخطوة stabilization اللي أنا هقول لك عليها النهاردة دي إنت مش هينفع إن أنت تستلم الأرباح بتاعتك إيه هي الخطوة دي بكل بساطة؟ الخطوة دي هي بين كود كلمنا عن بين كود قبل كده كذا مرة وعرفنا إذن أن إنت تقدر أن توصل إلى بين كود وعرفنا إيه هو بين كود وعرفنا بين كود وظيفتو إيه وعرفنا برضه في نفس الوقت إن أنت لو ما حصلت على بين كود أو لو بين كود ما وصل لكش تقدر إن أن تتفعل حساب بتاعك على جوجل أدسنس الاستلام ارباحك اللي هو الميت دولار او فمافوق وانت البين كود لسه ما وصل لكش او بمعنى اصحب انت لسه مدخلتوش في جوجل ادسنس عمره ما هيحول لك الارباح بتاعتك على الحساب البانكي حتى لو انت رابط حساب بنكي في جوجل ادسنس وفي حالة ما وصل لكش ال بين كود مش هيحول لك الارباح بتاعتك وهتبدل الارباح بتاعتك متعلقة في الحساب لغاية لما انت تصبت سح تنوانك او لغاية لما انت تقدر ان انت تدخل البين كود. يعني كل بساطة الحساب اللي معايا النهاردة ده. هنا بيقول لك دفعتك معلقة لانك تحتاج الى اثبات صحي تانوالك. لو جنا هنا دخلنا على الدفعات ومن الدفعات جنا دخلنا هنا على معلومات الدفع. هنلاقي هنا ان الحساب خلاص هو قرب خلاص ان هو على المية دولار. يعني شهر جاي هو ممكن ان هو يكمل المية دولار. ولكن هنا عايز اقول حاجة هو في حالة لو البين كود ما كانش وصل للحساب ده. هو عمره ما كان هيقدر ان هو يستلم الارباح بتاعته من خلال جوجل ادسنس. وخليني برضو اقول لكم عن حاجة لان البين كود بيعمل قلق لكتير جدا من الناس. الحساب اللي معايا او الحساب اللي انا شغال عليه النهاردة ده. البين كود وصله بعد المرة التالتة. يعني ايه بعد المرة التالتة? يعني انت لما اتصل للعشرة دولار ادسنس بيبدأ ان هو يبعد لك البين كود بتاعك في المرة الاولى بشكل تلقائي. وليك بعد كده ان انت تطلبه ثلاث مرات زي ما اعرفنا في الفيديوهات اللي فاتت. الساب اللي معايا النهاردة ده البين كود وصله بعد المرة التالتة. يعني ادسنس بعتهول والمرة الاولى ما وصلش. اضطرنا ان احنا نطلبه للمرة الاولى برضو ما وصلش. المرة التانية طلبناه. وصل بعد المرة التالتة وكان فضلنا محاولة واحدة بس عشان نقدر نحنا نحصل على البين كود. وبعد كده كنا هنلجأ ان احنا نفعل الحساب بتاعنا ده بالبطاقة الشخصية او ببطاقة الرقم القومي بتاعة صاحب الحساب. طيب انا دلوقتي وصلني البين كود اعمل ايه? كل اللي عليك دلوقتي اللي انت هتعمله انك هتدخل على اثبات الهوية وصحة العنوان. بعد انه بتدخل على اثبات الهوية وصحة العنوان هنا بيقول لك التحقق من العنوان بحاجة الاهتمام. التحقق من العنوان بحاجة ايه الاهتمام لانك لانت لسه مدخلتش البين كود في الحساب بتاعك. هنا بيقول لك اتخذ رقم التعريف الشخصي بينه الذي ارسلناه عبر البريد الى عنوان الدفع الخاص بك. وهنا بيقول لك رقم التعريف الشخصي للتحقق المكون من ستة اركم. هنيجي هنا ده زي ما احنا قلنا بالكده بيبقى عبارة عن ظرف. انت بتفتح الظرف ده بتلاقي جواه ستة اركم. بتاخد الستة اركم زي ما هم مكتوبين في الظرف بتيجي بتحطهم في المكان ده. طيب هنقوم بالخطوة دي ازاي او هنعمل ايه? عشان ندخل وبعد كده ازاي ان احنا هنزبط بتاعنا ده. بكل بساطة انت هتيجي على المكان ده هتضغط ضغطة كده. بعد كده هنيجي هنا هندخل بتاعنا. بعد كده خلاص انت دخلت الستة اركمال اللي هم مكتوبين في الظرف بتاعك. بتيجي هنا بتضغط على كلمة ارسال. بعد ما بتيجي بتضغط على كلمة ارسال هنا تتحقق من الانوان بقت ايه? بقت مكتملة. تحقق من الانوان من شوية كانت بحاجة الى افتمام. طيب حتى هجي هقولي دلوقتي هقولي طيب ما فوق لسه بربطة عزيزة ما هو. ضفعتك معلقة لانك تحتاج الى اثبات صحة انوانك. هنجي في اي مكان فاضي هنا. بعد كده هنعمل. ادي كده خلاص الاشعار اللي بنون الأحمر اللي عندنا فوق. راح. ما فيش اي مشكلة خالص. وبكده انت اثبت صحة انوانك او بمعنى اصح دخلت بتاعك في حسابك على بدون اي مشاكل وبدون اي عوائل خالص. طيب انا دلوقتي في الحالة بتاعتي انا شغال من الكمبيوتر مش شغال من الموبايل. في حالة برضو ان الناس اللي بتبقى شغالة من الموبايل او بتبقى بمعنى اصح بتتعامل على من الموبايل تشيل الاشعار اللي كان فوق ده ازاي? اللي هو بتاع دفعتك معلقة لانك تحتاج الى اثبات صحة انوانك. بكل بساطة اما هتعمل للصفحة اما هتخرج من الحساب بتاع ادسنس وهتدخل تاني هتلاقي ان الاشعار راح بدون اي مشاكل اطلاقا. وكده انت تقدر ان انت لو وصلت الحد الادنى للارباح بتاعتك او بمعنى اصح كملت الميت دولار ادسنس هيقدر ان هو يحول لك الارباح بتاعتك على حسابك البنكي بدون اي مشاكل. لكن في حالة ان انت لو كملت الارباح بتاعتك او وصلت الحد الادنى لها بدون ما انت تدخل البنكود في حسابك على جوجل ادسنس ساعتها هيا دي هتبقى المشكلة وساعة هيا دي اللي ممكن تعمل لك مشكلة ان انت ما تستلمش الارباح بتاعتك. وهذا كان الفيديو بتاع النهاردة اللي انا حبيت ان انا عرفكم فيه ان انت ما ينفعش ان انت تستلم الارباح بتاعتك الا لما يوصل لك او لما تدخل في الحساب بتاعك. وفي نفس الوقت برضو خدنا نبزة مختصرة كده ونبزة سريعة عن طريق الدخول في حسابك على جوجل ادسلس. لو عندك اي سورة او عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات واعرض دعائم. واي لنك لتواصلكت معي الخاص باقي اللي تواصل معي هتلاقوه تحت بتسكريبشن. شوفكم في فيديو جاية. بسلامة.